في مؤشر على قرب انطلاق عملية تحرير الجيب الأخير المتبقي تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي بالريف الشرقي لدير الزور والذي يضم بلدات أهمها هاجين والشعف والسوسة وعدد من القرى ألقت مروحية التحالف الدولي مناشير فوق المنطقة حثت فيها المدنيين على الخروج عملية إلقاء المناشير هذه جاءت بعد قصف من قبل طائرات التحالف طال مناطق في بلدة هاجين وأماكن أخرى في منطقة أبو الحسن عقبها قصف مكثف من قبل قوات سوريا الديمقراطية على المناطق ذاتها هذا ودخلت أربع شاحنات إلى منطقة السوسة بالتزامن مع قيام التحالف ببناء قاعدة له على بعد نحو ثلاثة كيلومترات من المنطقة وقيام قسد بتوزيع نقاط حماية في محيط القاعدة كما توجه رتل عسكري للتحالف إلى قاعدته في منطقة البحر في محيط مناطق سيطرة التنظيم في إطار التعزيزات العسكرية المستمرة في محيط هذا الجيب تحضرا للعملية العسكرية وقال ناشطون ومصادر محلية إن داعش أقدم على إعدام عناصر أجنبية من صفوفه أحدهم فرنسي واثنان جزائريان في مدينة الشعفة بتهمة الغلو في الدين في الأثناء دخلت المزيد من دفعات الإمدادات من قبل التحالف الدولي إلى المناطق الشمالية الشرقية إذ دخلت أكثر من 150 شاحنة تحمل معدات اللوجستية وعربات مدرعة وآليات متجهة إلى مناطق تواجد قوات التحالف وقسد وبذلك يرتفع إلى 1900 عدد الشاحنات التي دخلت إلى شرق الفرات منذ مطلع آب أغسطس الفائت من العام الجاري 2018